سعدنا أن يكون معنا أيضاً الأستاذ يحيى الجيوسي مدير دائرة دور الحضانة والأسر الحاضنة في وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وصبع الخير وفرصة سعيدة أن نصبح على أهلنا وأحبابنا في محافظة طول كريم نصبح على كل شارع وحارة وحي أهلا أنه أنا مشتاكل لهم جداً أهلا وسهلا بك وفرصة تاني كمان أنه نشكر إدارة الفجر من إدارة وطواقم عاملين اللي كل ما بقدموا من جديد في هذا اليوم أهلا خليل يعني أستاذ يحيى يعني طلبت وطلبنا أن تكون ضيفاً علينا يوم الجمعة ونتحدث عن دور الحضاني ترى لماذا مثلاً تهتمون بمسألة كشؤون الاجتماعية وزارة شؤون الاجتماعية تهتمون بهذه القضية مثلاً في دور الحضاني والحضانات المنتشرة في الوطن علماً أنها لها أهمية كبيرة أيضاً بالتأكيد بالتأكيد يعني دور الحضاني أصبحت جزء لا يتجزأ من نظام الأسرة اللي عندها أطفال وإذا كانت الأم عاملة فطبعاً هي تعمل على تنكين المرأة في مجال العمل والتنمية يعني ما في أم تستطيع أنها تخرج من بيتها دون أن تكون مطمئنة على ابنها في إحدى الحضانات المناسبة لهذا الوضع بالتأكيد يعني لو لا ذلك لن تستطيع أن تخرج إلى مجال العمل وهذا طبعاً يعني على مستوى المجتمع العربي والدولي والعالمي يعني بالتأكيد إذن هي مهمة جداً ما هو مثلاً بالنسبة لكم دور وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى دور الحضاني وزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة الاختصاص في هذا الموضوع يعني هي الجهة الرسمية اللي بتتبع هذا الجانب من الطفولة المبكرة طبعاً يعني استناداً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2004 واستناداً إلى قانون الطفل الفلسطيني عام 2004 تم إنجاز ما يسمى باللائحة التنظيمية لدور الحضاني رقم 86 لألفين وخمسة بناء على هذا إحنا نعمل على تسجيل وترخيص دور الحضاني بشكل قانوني يعني كل شخص بده يعمل حضاني لآخرين لازم يتوجه للشؤون الاجتماعية بالتأكيد من يرغب أي فلسطيني أي فلسطيني يرغب بأنه يعمل حضاني يجب أن يتوجه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في منطقته ويكون باتخاذ إجراءات محددة توفير وثائق وثائق رسمية محددة بتتضمن فحوصات طبية سلوك حسن سلوك بتتضمن بالنسبة للمقر اللي هو ملكية المقر بالتأكيد لاحق وكل ما يطلب منه عليه أن يكون بتوفير هذه الوثائق أساسية ما يتعلق بالمربيات شهادات الطبية الصحية للمربيات ما يتعلق بالشهادات والدورات التدريبية التأهيلية هذا شيء مهم جدا بالإضافة إلى الجانب الآخر ننتقل اللي هو مبنى الحضاني المكان العنوان وين بتتواجد في مكان خطر ممكن يأثر على الأطفال يعني كربها من كازية أو كربها من محجر أو كربها من هاي طبعا يعني تؤثر وإحنا يعني لا نرخص مثل هيك حضانات اللي ممكن يكون موقعها يشكل خطر على الطفولة فهدفنا هدفنا الأساسي اللي ممكن تلخيصه اللي هو توفير الحماية والرعاية للأطفال في دور الحضاني هذا هدف أساسي جدا بناء على قانون الطفل الفلسطيني وبناء حتى على في تعديلات على القانون الطفل الفلسطيني لعام 2009 منتأمل من الأخ الرئيس أنه يصادق عليها وتكون سارية المفهول نعم يعني قبل الترخيص مثلا هناك مؤهلات على الصعيد الشخصي لكل من يرغب ذات حيب وأيضا للمكان بتأكيد يعني ما يتعلق بمن يرغب بفتح حضاني يجب أن يكون مؤهل تربويا في هذا المجال بالإضافة من يعمل من مربيات دور الحضاني يجب أن تكون مؤهلة ومدربة في مجال الطفولي المبكرة حتى تستطيع أنها تتعامل مع الأطفال لأنه دورها دور تنمية للطفل مش الطفل إحنا منحطه من أجل أنه نضبه من الساعة السبعة صباحا حتى الساعة الثلاثة ثلاثة وربع وتروح أمه لا طب ما هذا هون سبع ساعات يجب أن يخطى هذا الطفل لبرامج مختلفة في الحضاني أنت بدك تعمل على تنمية كدراته مواهبه يعني بما يتوافق يعني مع معايير تتحور العمر كمان بالتأكيد مراحل نمو الطفل كل مرحلة إلها متطلبات وعلى المربي أن تدرك ذلك بالتأكيد يجب أن تكون مدركة وعارفة تماما كل مرحلة من مراحل الطفل شو احتياجاته يعني إحنا لما نحط الطفل من عمر ثلاث شهور خلينا نقول ثلاث شهور بعد إجازة الأموم مباشرة طب هذا له احتياجات احتياجات مش أني والله أحرص أن يبقى نائم هذا الطفل وأعطيه طعام أعطيه الشراب وبعدين هذا لا فيه هناك معايير يجب أن تكون مسلحة فيها المربية على أساس تقدر تتعامل مع الطفل في كل النشاطات يعني بمعنى طب هناك من أفضل هناك من يقول لك ما احنا ربين أولادنا يعني شو الجديد في هذا العلم والعالم في الحضانات ودور الحضانات ما احنا ربين أولادنا على هذه الطريقة وأنها بسبب الأوضاع الاقتصادية بتعرف يعني الغلاء والوضاع الاقتصادي أصبح هناك يتوجه الشخص لفتح حضاني واستقبال عدد من الأطفال ورعايتهم وإلى آخره بالطريقة التقليدية التي نعرفها يعني هذا كان ضمن السابق يعني هذا سابقاً وزي ما يعني منقول أنه كل ما تقدم المعرفة والعلم باحتياجات هذا الطفل مفروض أنه نلبي هذه الاحتياجات بالتأكيد أنه وأنت تعلم والأخ والمشاهدين بيعرفوا أنه الخمس سنوات الأولى في حياة الطفل هني يعني أهم مراحل في نموه هني اللي بيعمل على تنمية شخصيته وبيحدد ملامح الشخصية العامة في المستقبل فبالتالي هذا رصيد لنا أذول أولادنا يعني فلدة أكبادنا مفروض أنه نفكر مالياً وطويلاً كيف ممكن أنه نشأ أطفال جيل مستقبل إيجابيين أصحاء من كافة الجوانب يعني إحنا بهمنا نرعى في داخل الحضاني الجوانب الصحية الجوانب التعليمية الجوانب الترفيهية في كل حضاني يجب أن يكون هناك برنامج من ساعة سبعة ونص حتى نهاية الدوام للأم ذكرت يعني الجوانب الصحية الجوانب الترفيهية ماذا تقصد مثلاً بالصحية؟ الصحية يعني هذا بدي أنا أستبك الأمور أن أقول أنه في معنى شركاء شركاء رسميين في قضية ترخيص دور الحضاني اللي هم ليس فقط وزارة لا 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 بالتأكيد لا بالتأكيد لا لأنه معنى شركاء وزارة الأشغال العامي وزارة الصحة والبيئة والدفاع المدني بالإضافة إلى مساندة المحافظة يعني في أمور اللوجستية لاحقاً الصحة إذن في نموذج خاص تكون مندوبة الصحة بزيارة الحضاني مع مشرفة الحضاني وتفكد كل الأمور الخاصة بالجوانب الصحية داخل الحضاني بدها تبتدئ من المياه من الثلاجة من الطعام من كل الأمور من الأدوية الموجودة في الحضاني وبدها تعمل تقريرها وتقدمه وتعطي توصية فإذا كانت توصية للوزارة لا ننصح لأنه في عنا نقص وعدم التزام بالشروط نحن لا نرخص بنفس الشيء بالنسبة للأخوة في الأشغال العامي فيما يتعلق بالبناء الإنشاء يعني من ناحية هندسية من ناحية هندسية المبنى آمن هل هو صحي يعني هل الشمس بتفوته الرطوبة الأمور الغرفة اتساعها الشبابيك الدهان كل هاي الأمور الإنشائية اللي بتخص الأخوة المهندسين بتم تفصيلها بالإضافة إلى أخوتنا في الدفاع المدني اللي بيقوموا بدور الثاني رائع مهم جدا اللي هو تفقد أمور السلام العامي هل هاي هل يوجد مخرج طوارئ لا يعني هذا مهم جدا لأي حضاني أن يكون مدخل ومخرج طوارئ لا صمح الله صار حادث حريك شغلي وين بدك تهرب الطفل بالإضافة أنه وجود طفايات وجود بالنسبة لأباريز الكهرباء بالنسبة لشيء يعني قد يشكل خطر على الطفل ضمن بيانات محددة وبتم إعطاء التوصي من قبل الدفاع المدني يعني أستاذ يحيى يعني معلومات يعني فعلا أنها ممتازة جدا لكن هل يعني قمتم مثلا بإغلاق بعض دور الحضاني مثلا في إحدى المناطق نعم يعني للأسف إحنا نسعى أن لا نغلق أي حضاني لأنه هذه نقطة نسعى فعلا يعني ولا يمكن أن نكون بدور الشرطي فقط أو أن نعاقب أو أن نعاقب لكن قد نضطر إلى الإغلاق وللأسف اضطرنا للإغلاق في عدة محافظات عندنا ليس في طول كرم ليس في طول كرم وهذا ما يسعدني حقيقة أغلقنا حقيقة في راملة في أريحة في عصيرة الشمالية في نابلس أغلقنا في سلفيت أغلقنا في الخليل ليش؟ لأنه اضطرنا يعني إحنا لا نبغي أن نقطع رزق أحد لأنه الوضع الاقتصادي للأسر يعني لا تحتمل أنه نقطع رزق ربما هي يعني بتعيل وتصرف على أسرها وأطفال وطلاب لكن لكن من باب مسؤوليتنا ومسؤولية المجتمع أيضا والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة نضطر للإغلاق عندما نشعر أنه هناك خطر حقيقي على صحة الأطفال يعني هناك خطر يهدد سلامة الأطفال وبتم إنذارها هاي الحضاني مرة ومرتين من قبل مشرفة الحضاني في المديرية يعني ذكرت أنه هناك تم إغلاق العديد من دور الحضاني نعم طبعا في بعض المحافظات الوطن نعم هل هناك أسباب معينة وأحداث مثلا تعرضوا لها الأطفال نعم وكانت وطبيعة هذه الأحداث التي تعرضوا لها الأطفال يعني من خلال زيارتنا هذا ممكن أمثل نعم يعني ليش أغلقت هذه الحضانة من خلال زياراتنا المتتابعة الميدانية لدور الحضاني نجد أنه وضع الحضاني يعني لا يحتمل يعني 20 أو 25 طفل يكونوا في غرفة واحدة بدون أي منفس يعني وكأنه في مخزن هيا أنت بتقول كارثة وهذه كارثة يعني معروف لكل معدل حسب ما أعرف أنه ثمن أطفال مربية لا بالتأكيد إحنا في عنا نظام وهذا نظام هذا نظام أنه لكل يعني حسب السن حسب سن الأطفال بتنتوزيع المربية يعني مربية لكل خمس أطفال على الأكثر هو أربعة ومع ذلك ممكن الواحد يغد النظر أنه أشوف خمسة ما علش بس خمس أطفال أربع أطفال لمربية من سن يوم أو ثلاث شهور لحد سنة لأنه خمس أطفال هدولة أو أربع أطفال بدهم رعاية تامة بدهم يعني باستمرار عنين عليهم حراسي حراسي يعني أنت عارف احتياجات هذا الطفل باستمرار بدها متابعة من سن سنتين إلى ثلاثة لحد سبعة إلى ثمان أطفال لكل المربي ومن سن ثلاثة إلى أربع سنوات يعني من كل لحد 11-12 طفل يفترض أنه يكون عندنا أكثر من الغرفة غرفة تنتين تنتين تلاتة يفترض عندنا في الحضانة أنه يكون ساحة ولو كانت داخلية للألعاب على أساس هذا الطفل بده يقضي وقت يفترض أنه يكون عندنا زوايا معينة في هذه الحضانة زاوية ألعاب زاوية قصة زاوية تلفزيون غرفة لنوم بالإضافة أنه يكون عندنا ثلاجي في وضع جيد حفظ الطعام مهم جدا يعني ذكرت أنه 25 طفل في غرفة واحد في غرفة واحد هذا السبب من الأسباب التي أدت إلى إغلاق بالضبط هل هناك أسباب نعم هناك هناك يعني المبنى نفسه غير آمن نهائيا يعني تلاقي الشبابيك معلقة الشبابيك الحديد معلقة معلقة يعني هذا طبيعا عمي ثبت هاي الشبابيك ما فيش إمكانيات ما فيش كذا يعني يتم إنذارها مرة ومرتين وثلاثة وللأسف نضطر يعني فتت على إحدى الحضانات وجدت أنه الفوط الفوط الأطفال المرمية بين الأطفال نفسهم طب يعني يعني هذه مأساة أنت عارف لما طفل يحبي ويتناول الفوطة ممكن يحطها في تمه صحيح وبالتالي هذا يدل على إيش مش بس على قضية عدم النظافة هذا يدل على إنه صاحبة الحضاني والقائمة على الحضاني لا تفقه شيء عن قضية أمور تربية الطفل الأمور الأساسية يعني ما فبالتالي عندما تجتمع هذه الأسباب عندما تجتمع من الجريمة أن نصمت فبالتالي نضطر إلى اتخاذ قرار الأطفال نخصهم هل هناك بعض الأطفال تعرضوا لحوادث نعم 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 سابقا 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 في إحدى المحافظات تعرضوا للكسور في إحدى المحافظات تعرض أطفال لحوادث كسر في حوادث بتر أصبع بتر أصبع من باب بدون حماية بدون هذا إحدى الحضانات توفي فيها طفلين قبل أربع إلى خمس سنوات لا أذكر بالزبط وتم إغلاقها فورا والحمد لله ما كانتش مرخصة أصلا هي ما كانت مرخصة يعني مش تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الرئيسيين إلا نعم بما أنها غير مرخصة هذه إذن وهناك دور حضاني أيضا غير مرخصة تعرف يعني الأوضاع الاقتصادية أحيانا تجبر الناس لفتتاح بعض المشاريع الصغيرة من ضمنها دور الحضاني هناك دور حضاني غير مرخصة هل من كلمة توجيه لهؤلاء بشكل عام؟ يعني هي فرصة أن أتوجه إلى إخوتنا في محافظة طول كرم وأخواتنا أن لكل من يرغب باستتاح حضاني أو عنده حضاني غير مرخصة أن يتوجه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية عند الموظف المختصة لطلب تسجيل هذه الحضاني لا يعني زي ما قلنا أنه فقط من أجل أن ننفذ القانون بقدر ما أنه إحنا بنا نوفر لأطفالنا بيئة سليمة صحية داخل هذه الحضاني وحمايتهم بالتأكيد يعني مهم جدا أن يلتزموا بالشروط والمعايير المطلوبة في اللوائح اللي هي في النهاية في النهاية اللي صالح أطفالنا وأبنائنا لأنه كمان أنا هون بتوجه كمان لأي أم بتحط أطفالنا لأصحاب دول حضاني إنه بابنا مفتوح وإحنا يعني نتأمل نتأمل أن يتوجهوا فورا فورا إلى المديريات المعنية لتسجيل هيدو الحضاني والتزموا بالشروط أستاذ أحيان أنا أريد أرخص الحضاني مثلا لكن أرى هناك بعض المؤسسات أو الوزارات التي تعتم بهذا الموضوع وتتابع بهذا الموضوع بشكل كبير أليس هذا يعبع على المواطن مثلا عندما أراجع خمس مؤسسات خمس وزارات من أجل ترخيص حضاني مثلا لا هو عملية تسجيل حضاني لماذا لا يكون مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتابع وتهتم بهذه القضية أم هناك ما ألم نتفق ألم نتفق على أنه هناك لنا شركاء وشركاء مهمين وأساسيين يعني من يكرر في الجانب الصحي نعم ليست الشؤون الاجتماعية أو الدفاع المدني والسلام العامي والصحة العامي الدفاع المدني الأشغال والإنشاءات وكذا يعني هاي أمور لابد منها ومش هلقد الإجراءات صعبة صدقني هي لا تزيد عن ساعة ساعة أنه بتفق مشرف يعني كل مؤسسة تزور هذه الحضارة هي زيارة مشتركة زيارة مشتركة يكون بها الزملاء في المعنى من الشركاء لمدة ساعة بلفوا على ثلاث أربع حضنات مقدمة طلبات تسجيل وبتم إعداد أو التقرر جاهز يعني بمعنى النموذج جاهز مش أكثر من هيك ومش أكثر من ساعة ويتم منح الشهادي لمدة سنة وبعد سنة بتم التجديد وهذا طبعا في النهاية لصالح الأطفال لصالح أطفالنا بالتأكيد يعني لو أخذنا الحديث جانبا في النهاية عن محافظة طول كرم بشكل خاص دور الحضانة المرخصات غير المرخصات بشكل عام يعني خلال العام الماضي تم ترخيص ثمان حضانات ثمان دور حضانات في طول كرم لما أقول أنه حضانات مرخصة بقول أنه حضانات ملتزمة بالشروط والمعايير وهناك حقيقة يعني حضانات يشاروا لها بالبيان يعني جيدة جدا ممتازة بتوفر كل الشروط المطلوبة وبنعتز فيها وخليني أقول كمان خاصة الحضانات التابعة للجمعيات الخيرية يعني حقيقة حضانات مميزة والكل بعرفها ما في داعي أقول أي حضانة بالتأكيد بدون ذكر أسمع بالتأكيد فيه هناك حضانات غير مرخصة خاصة الحضانات البيتية اللي هاي حقيقة بتشكل إلينا قلق دائم وخوف من إنه نسمع يوم من الأيام في حادثة تصيب أطفال لا سمح الله حادثة مكروهة يعني هناك حضانات للأسف الشديد بتبكى فيه بيت في الطابق الرابع أو الخامس مثلا إذا حد بدي يوصل لها ممكن تقول إنه هذولا أطفال أولاد أخوي أولاد بنتي كذا يعني تحاول تخفي بس لما يكون العدد عشرين واثنين وعشرين في غرفة واحدة نضطر إنه نتدخل حتى نحمي هؤلاء الأطفال مشان هيك يعني بوجه مرة تانية للأمهات يعني بشكل عام بشكل عام للأهالي وأصحاب الحضانات بشكل عام نعم إنه يجب أن تكون الأم واعية تماما للحضانة اللي بتودي فيها أبنائها لإنه هذه تعني حماية طفلها حضانة مرخصة معنى ذلك متوفرة فيها كل الشروط والمعايير المطلوبة لسلام طفلها وتنميته من كافة الجوانب اجتماعية والنفسية والصحية والإدراكية يعني ابنها جاهز يعني بعد الثلاثة بتلاقي طفل يعني مارس حياته بالشكل اعتيادي مش مارس حياته مكموع في زاوية من زوايا الحضانة أيضا تبادر لذهني ولكن نريد الإجابة بدقيقة هل أنتم تساهمون في تطوير كدرات المعلمات مثلا من أجل رعاية الجانب النفسي والصحي والترفيه للطفل بالتأكيد هذا يعني ضمن برنامجنا وضمن استراتيجيتنا في قطاع حماية الطفولة استراتيجيا حتى على قضية تدريب وتأهيل مربيات دور الحضاني هذا شيء مهم جدا سعينا أنه نعمل دورات تدريبية وصار حقيقة في بيت لحم في رامالله في نابلس وإن شاء الله قريبا جدا رايحين نستضيفكم في تخريج مربيات دور الحضاني قريبا رايح يكون ترتيب لبرنامج للسلام العامي لمربيات دور الحضاني هنا في طول كرم في عنا حديث وكان اجتماع سابق حول هذا الموضوع وبتأمل قريبا ننجزه على أرض الواقع بإذن الله بإذن الله